السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نشوف مع بعض ازاي استخدم الفيسيس في ان انا اعرف ايه الحاجة الموجودة فعلا والحاجة اللي هلسه هتعمل والحاجة اللي هتهد الفيسيس باختصار وهو مراحل الشغل في الموقع حقيقي يعني ممكن انزل الموقع فلاقيه احنا نعمل مسلا مستشفى كبيرة ففيها قزة مبنى ففي مبنى موجود فعلا وفي مبنى هيتعمل دلوقتي في مبنى هيتعمل لما تيجي فلوس من الحكومة لو جاءت الحكومة في المبنى لما يكون فيه تبرعات فمقسمين كده تمام اه طيب انا دلوقتي هبدأ اعمل موضوع الفيسيس بس خليني اغير حاجات بسيطة اه الميكانيكال دي هخليها هخليها اه ارتكشور عشان شغل يبين افضل تمام الميكانيكال هخليها ارتكشور لو احنا جانا علمنا على اي اجزاء اوليكم مثلا الاجزاء ديت ودخلت هنا هلاقي انه عندي حاجة اسمها فيسيس يعني ايه فيسيس يعني الحاجات دي هتتعامل اه في انا مرحلة فانا هقول له مثلا الجزء دوت مثلا ده هيتعمل في اه ده موجود فعلا تمام يعني الجزء ده معمول والاجزاء التانية لسه تتعامل عن سبيل المسال مثلا تمام فاللي انا اعلم على الحتة دي كمان ونقول له ان الحتة دي دي موجودة فعلا بس هتتهدي امتا هتهدي اسناء new construction في المرحلة اللي احنا نبني فيها هنهند الحتة دي يعني حتة دي مثلا هتهدي بسد حاجة فنهنده تمام طيب ممكن اضيف اكتر من فيسيس اه ممكن اضيف اكتر من فيسيس ان انا اخدش في المانج وهقول له فيسيس وهبدأ اتحكم في الفيسيس اقدر اضيف اكتر من فيسيس زي ما نعايز تمام وقدر اضم دي مع حاجة تانية اقول له combine اضمها مع حاجة تانية عندي حاجة اسمها فيسيس فلتر يعني لما اختار فيسيس فلتر اللي اسمه شو complete يبقى انا اشوف كله مع هذا الحاجات اللي تنبوري والحاجات الديموليشت اللي هي هتستد ممكن اقول له انا عايز الحاجات الجديدة فهيجب لي الحاجات الجديدة وهيخفي لي existing ويخفي لي الديموليشت تمام فقدر اتحكم في ايه اللي هيزهر وايه اللي ما يزهرش وقدر اضيف اكتر من فيلتر طبعا هنشوف الفائدر دين هنجبها منين يعندي حاجة اسمها graphic of the right يعني ايبقى هقول له مثلا لو انا اخترت ان فيسيس بتاعت view existing الحاجات هتظهر بالخط دوت والماتيريال اهم حاجة بها بالنسبة الماتيريال لان انا ممكن اختار من هنا الماتيريال تظهر بشكل دوت يعني الحاجة اللي هي existing هتظهر بالماتيريال دوت الحاجات اللي هي الديموليشت هتظهر بالماتيريال ديجت فالماتيريال دي مهمة جدا بالنسبة لدلوقتي تمام طيب ممكن بقى ايه اقول له اجعل view بقى تمام ما عملش select على حاجة خالص يعني هو هنا عمل select مثلا على الول لا انا هاشيل واقول له قاتلي الخصوص بتاعت view دوت خصوص دوت ان هو شو قول لا انا مش عايش يقول انا عايز الحاجات اللي هي نيو فالحاجة اللي هي ما تظهر شي الحاجات اللي ما تظهر شي تمام طيب اهي في بعض الحاجات اختفت الواحض الحيطة دي والحيطة دي اختفت طيب خلينا نعلم على الحيطة من الحواقق ديت عشان نتأكد برضو من الموضوع هقول له خلي اللي دي اه اكسستنج فهنلاقيها اختفت طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز الحاجة اه بالشكل دوت فتبدأ تظهر المتر المضبوطة تمام فالموضوع الفيسس ده مهم قوي ان انا اعرف ايه اللي هيظهر في ال view دوت ويه اللي ما يظهرش وممكن نعمل منه double يبقى واحد فيه شغل ظاهر واحد فيه الشغل بش ظاهر تمام اقدر مسلا اي جزء من هنا اخليه اه متعرف ان هو بش يشتغل فقدر اه بسرعة اشوف اه اعمل كزا فيه تمام وهي هو اوتوماتيك اول ما اتعدل حاجة تتعدل فيهم كلهم ده قبل ما اشتغل ده اللي هي الحاجات اللي موجودة فعلا ده الحاجات الية فس واحد ده فس اتنين ده فس تلاتة ده الحاجات بعد ما ينتهي الشغل كله ويبقى كلهم موجودين معي في قلب المشروع بدل ما كان زمان كنت بيضطر ان انا اعمل تغطر بعالوح وكل ما اعدل في حاجة اعدل في واحدة واحدة فيهم لا كله كده موجود في موضل واحد دي من اهم فواد البيم اللي اعجبك تفيدها لايك شير واشترك معنا في قناة اشتركوا في القناة